اعتبرت بريطانيا التي اصطفت منذ بداية الصراع إلى جانب كييف أن موسكو فشلت في تسجيل انتصارات تذكر وقالت جاريمي فليمينغ رئيس مركز الاتصالات الحكومية أن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات على أوكرانيا في الفضاء الإلكتروني بعد مرور ستة أشهر تقريبا منذ غزوها لجارتها إلا أنه رجح تقدما في مجال واحد ألا وهو حرب المعلومات المضللة كما اعتبر في مقال افتتاحي نشره بصحيفة الإيكانوميست أن كلا البلدين استخدم قدراته الإلكترونية خلال الحرب إلا أنه رأى أن بوتين خسر حتى الآن حرب المعلومات بشكل كامل على الأراضي الأوكرانية وفي الغرب